البنك المركزي عمل بعض التعديلات على مبادرة تمويل العقاري الخاصة بمتوسط الدخل اللي فايدتها 8% متنقصة تعال بينا نعرف اهم التعديلات دي ايه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من الحلقات المصرفي البنك المركزي قد اطلق مبادرة للتمويل العقاري بالنسبة لمتوسط الدخل في ديسمبر 2019 ومعدل الفايدة للمبادرة دي كان 8% متنقصة وكان محدد ان الدخل الشهري بالنسبة للاعزب او الفرد في المبادرة دي الحد الاقصى بتاعه 40 الف جنيه وبالنسبة للأسرة الحد الاقصى 50 الف جنيه البنك المركزي اصدر كتاب دوري يوم 4 اكتوبر 2021 ببعض التعديلات وخلينا نتكلم مع بعض على اهم التعديلات دي واول تعديل فيها هو ان مبلغ الوحدة زاد من 2 مليون و250 الف جنيه ل2 مليون و500 الف جنيه فالحد الاقصى لسعر الوحدة تم رفعه في النقطة دي الحاجة التانية هو عدم التقايد بمساحة محددة كان الاول المبادرة دي الحد الاقصى لمنساحة الوحدة كان 150 متر لا هو سبها مفتوحة المهم ان هي ما تتعداش الحد الاقصى لتمن الوحدة الحاجة الاخيرة لننتكلم عنها هي مد فترة التمويل العقاري نفسه من 20 سنة الى 25 سنة والكلام ده ممكن يطبق على العملاء الحاليين الحاصلين على المبادرة ان هما يقدموا طلب للبنك علشان يزودوا المدة من 20 سنة الى 25 سنة ده ببساطة كان اهم التعديلات اللي تمت على مبادرة متوسط الدخل التمويل العقاري المعدل الفايدة بتاعها 8% متناقص ولو حضرتكم حابين ان احنا نتكلم عن المبادرة دي بالتفاصيل كاملة عنها تركوا لي ده في التعليقات ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يارب اكون اقدر تفيدكم بالمعلومات دي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ينجيلكوا اشارات الحاليات الجديدة ولو الحلقة عجبك ادوسوا لايك وتعملوا الشير عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير محمد رجل